شاركت بلادنا في الاجتماع الثامن لجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المناقد في العاصمة القطرية الدوحة بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة عضو اللجنة الوزارية لشؤون التقييس محمد الأشول وناقش الاجتماع وتقرير هيئة التقييس عن سير العمل خلال فترة إبريل سبتمبر عام 2024 ومذكرة رئاسة الهيئة بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها وتكاليف خدمات المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية وكذا الاطلاع على مسجدات وضع مركز الاعتماد الخليجي وعلى هامش مشاركته في الاجتماع طاف الوزير الأشول بأجنحة المعرض الخليجي الصناعي الثاني واطلع على آخر ما توصلت إليه المصانع من ابتكارات في مجال التصنيع وخطوط الانتاج التي تساعد في تنمية العملية الصناعية وسهولة الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي الهيئة اليمنية لمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس